موسيقى مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج زيارة خاصة تنقلنا هذه المرة إلى دكار جئت إلى هنا إلى السينيغال لألتقي بسيدة نذرت حياتها لنشر الإسلام وتنشئت هؤلاء الأطفال على الدين الحنيف ولكنها لعبت أيضا أدوارا سياسية حيث قامت بوساطة مثلا بين السينيغال وإيران أو بين السينيغال والسودان يسعدني أن أصطديف في هذا البرنامج السيدة مريم براهيم نيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آله ورحبه وآله إبراهيم وآله عمران على العالمين برية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسى والله أعلم بما وضعت وليس الزكار كالأنسى وإني سميتها مريم تيمنا بمريم في القرآن الكريم سماها والدها مريم وتيمنا بوالدها نذرت نفسها لنشر الإسلام وتعليم القرآن الكريم لأبناء إفريقيا مستندة إلى الطريقة الصوفية التجانية ولدها هو العلامة الصوفي التجاني إبراهيم نياس والذي صار له أتباع ومردون في معظم دول إفريقيا وعدد من الدول العربية وصار ضريحه في السنغال مزارا للمؤمنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم الصراط الذين نعن تعليم غير المغضوب عليهم ولطل آمين بعد وفاة الشيخ إبراهيم نياس أكملت إبنته مريم طريقه أفضل مما توقع وبدأنا لقاءنا بقصة هذا الوالد هل يعرفه العرب فعلا؟ يعرفون كثير لأن والدي هو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لأولا هدانا الله الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا أعطاهنا أن أمسك بغير حساب والدي معروف في عالم العربي كله شيخ الإسلام شيخ حاج إبراهيم لأنه كان وضعه متأسيسة في رابط العالم الإسلام السبع الذي أسسوا رابطه هو واحد منه هو واحد من السبع؟ نعم الذي أسسوا رابط العالم نعم وهو كان لأيب رئيس كان على علاقة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟ يدى جاوز ذلك كان ابنه لأنه هو من أسود الذي قام بصلاة الجمعة في الأزهر هو نفسه هو واحد ما في غيره حتى الآن الأسود الوحيد؟ نعم الذي قام بصلاة الجمعة في أزهر في جامع الأزهر في جامع الأزهر جمعه جمال عبد الناصر عندي صورة هنا سنراها بعد قليل حضرتك تعرفت على الرئيس عبد الناصر؟ مع الأسف أنا كنت سافر مع الوالد ولكن بعد ما توفى عبد الناصر أتيت معه سافر الأول للمصر نعم عندنا ناري تعزيه أنا والوالد من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مروراً بجامع الأزهر وصولاً إلى الخليج كان لوالد الشيخ مريم نياس علاقة قوية بقادة العرب والمسلمين وقد لا يوجد إفريقي واحد أو حتى مغاربي لم يسمع باسم إبراهيم نياس وهو أمير منطقة كانو النيجري يأتي زائراً لضريح السياد التجانية هنا تماماً كما يأتي مريد موريتاني سنجلي يتعلم ثم يعلم عند الشيخ مريم علي حقاً لبست أي تلبيسي أشيخ تربية أم شيخ تدريسي فالشيخ إبراهيم هو مولود في طيب نياسين مكان سقوط رأسه هناك من والده الحاج عبدالله ووالدته السيدة عائشة تربى في بيت علم وشرف وكرم وجاه ووالده جاهد الاستعمار الفرنسي ونفوه إلى غامبيا ورجع بعد ذلك ويشتغل بتدريس العلوم الشرعية والفقه والتصوف هناك تربى الشيخ على يد والده ونهل من علومه ما لم ينهل أحد من تلامذته الذين كانوا يتوافدون عليه من جميع أقطار البلاد فكان الشيخ منذ هو يافع بان فيه أنه رجل سيكون له مستقبل زاهر وذلك ما نشاهده اليوم من نشر الطريقة في جميع أنحاء العالم ونشر الإسلام فالآن يدخلون الناس أفواجا في الدين الإسلامي وفي الطريقة الجانية بفضل هذا الرجل المجاهد العظيم الذي سخر نفسه وسخر ماله وطاقته ليجوب العالم كله المولود في طيبان ياسين تحت شجرة ذهب حتى بكين حتى الصين حتى بنجلاج حتى كل الأماكن يقول كراشي بها خلفت أهل مودتي هم نصروا دين النبي فعالة قد اعتصموا بالحبل حبل محمد رجالا وأطفالا نسا وكبارا ترجمة نانسي قنقر